سبحان الله نحن نعيش نعمة عظيمة أنا تعمت يعني أني أقرأ القرآن عليها وأجد يعني أقول لها يعني ماذا تشعر وأنا أقرأ قالت أنا يعني أرى وجهك فقط يعبر ولكن أنا لا أسمع شيء وهي تتمنى أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط هل تستطيع أن تقرأ شيء من القرآن؟ بسم الله وميروين كروباني واحد ألا أسامن لأم يالم وانم كروباني واحد بسم الله وميروين كروباني واحد ألا أسامن لأم يالم 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 كروباني واحد ألا ألا أهو كروباني أمي الأصل الذي لا يسمع ولا يتكلم لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الخلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام لمن أمه حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما أجهت هذه الإنسانة تشعب بالخجل كلنا نشعب بالخجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية وحن نسمع ونتكلم ونرى والله سبحانه وتعالى أعطانا من نعمة كثيرة وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها تسعة هو الآن تحاول أن تقرأ تقول لا أستطيع ولكن تقرأ تقول عذب الله بالشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن المصاحف أمامنا ونهمل القرآن ونهمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة نشعر بالخجل لا أعرف ماذا أقول صراح